وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد وذلك الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقاومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادية وخدمية لأهل المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع محافظة الوادي الجديد محمد الزملوت للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في المحافظة خاصة في قطع الزراعة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء محمد الزملوت محافظ الوادي الجديد صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد موجها انسيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة للاستغلال الأمثلي للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقاومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة وقد قام اللواء محمد الزملوت بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات خاصة في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسيما القمح كما تم عرض سير العمل في المبادرات الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة واستعرض أيضا السيد محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة الذي يضم كافة المقررات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة